موسيقى أهلا بكم في معرض لأهم عنوين جريدة من لا صوت لهم لشهر ماي 2024 أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024 والذي يقيم حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة ووفقا للمؤشر صنفت 36 دولة على أنها خطيرة جدا و49 دولة صعب بينما كانت 50 دولة إشكالي و45 دولة جيد أو جيد نوعا ما في الجزائر تدهورت أوضاع الصحافة بشدة حيث تتعرض وسائل الإعلام المستقلة لضغوط والصحفيون للسجن والمحاكمات بانتظام مع حجب العديد من المواقع الإلكترونية ويتعرض الصحفيون المنتقدون للسلطة للاحتجاز التعسفي أو التجسس فيما يواجه الصحفيون المستقلون تهديدات عبر الانترنت من حسابات مجهولة مقربة من النظام تشمل أسوأ عشر دول إفريقية في حرية الصحافة المغرب الجزائر ليبيا سوريا كوريا الشمالية وإيران حددت محكمة جناية دار البيضاء في الجزائر جلسة لمحاكمة المتهمين بالاعتداء على قاعدة الحياة النفطية في عين أميناس والذي وقع في 2013 وأسفر عن مقتل سبع وثلاثون شخصا ستمثل أمام المحكمة أربعة متهمين بتهم تشمل الانتماء إلى جماعة إرهابية القتل العمد اختطاف وحجز أشخاص حمل ونقل أسلحة دون ترخيص والتخريب العمدي لمنشآت باستخدام مواد متفجرة الاعتداء نفذته مجموعة إرهابية في يناير 2013 وتم إنهائه بتدخل القوات الخاصة الجزائرية مما أدى إلى مقتل سبعة وثلاثون رهينة وقتل اثنان وثلاثون من المهاجمين واعتقال ثلاثة آخرين قال وزير العدل عبد الراشد طبي خلال ملتقى عن الذكاء الاصطناعي أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية يثير مخاوف الحقوقيين بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون ما يستدعي حكومة الذكاء حوكمة الذكاء الاصطناعي دعا إلى تعزيز التعاون الدولي واحترام الحريات الأساسية وحماية البيانات الشخصية كما شجع المحامين الجزائريين على المساهمة في تحقيق الأمن القانوني لجذب الاستثمار وتحويل الجزائر إلى وجهة تنافسية مشيرا إلى أن قطاع العدالة في الجزائر كان رائدا في إدماج تكنولوجية الإعلام والاتصال في القضاء لمواكبة التحول الرقمي أعلن مجلس قضاء الجلفاء أن مصالح الدركة الوطني تلقت شكوى حول تشهيل في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن شخصا مفقودا منذ 30 سنة موجود في منزل جارهم بعد تحقيق تم العثور على الشخص المفقود وتوقيف المشتبه به مالك المسكن النيابة العامة أمرت بالتكافل الطبي والنفسي بضحية وتقديم المشتبه فيه للعدالة جمعية عائلات المفقودين بالجزائر تسعى للتعارف على هوية الضحية وتبحث في ملفات المفقودين من فترة التسعينات لمقارنة الصور والمعلومات كشفت المحامية أمال حجيلا عضو هيئة الدفاع المعتقلية الرأي أن المدافع عن حقوق الإنسان فاتح قاصد لا يزال مضربا عن الطعام في سجن تيزيوزو وأوضحت أنها زارتها اليوم مع زميلتها لازول حيث تم إيداعه لحبس المؤقت منذ سبع مائل وأكدت أن قاصد فاتح بدأ إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله وسجنه لأفعال لم يقترفها وأشارت إلى أن فاتح قاصد لا يزال قويا ممؤمنا بالنضاله وأرسل سلامه لكل من سأل عنه وللمعتقلين الآخرين كشفت عدد من الأحزاب السياسية في الجزائر عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها بالرئيس عبد المجيد تبون دعا يوسف أوشيش السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية إلى سحب أو إعادة سياغة بعض القوانين التي تتعارض مع الدستور والمبادئ الأساسية لدولة القانون والديمقراطية مثل المادة 87 مكرر من قانون الحقوبات وقانون النقابات وقانون الإعلام وقانون الانتخابات كما طالب بالحاد من استخدام المفرط للحبس المؤقت وإشراك الأحزاب في إعداد القوانين التي تؤثر نشطهم من جهتها تساءلت رئيسة حزب العمال ويزا حنون عن أسباب حظر المسيرة الشعبية ومنع الطلاب من الاتحاق بالحراكة الطلابية العالمية ودعت إلى رفع القيود عن الحق الدستوري في تنظيم المسيرات وعن حق الطلبة في موسنة غزة مؤكدة أن ذلك دفاع عن النفس أيضا محكمة السانية في وهران أدانة المحامي عمر بوساق بستة أشهر حبسا نافذة بعد معارضته لحكم الغيابي الذي صدر ضده بتهمتين إهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر غير المسلح بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 مليون نهاية المعرض لأهم عنوين جريدة من لا صوت لهم لشهر ماي شكرا على حسن المتابعة والإصغاء سلام شكرا على المشاهدة